الاقتصادي شفنا مؤخرا يعني وفود الجزائر أصبحت قبلة للمستثمرين سواء العرب والأجانب ما هي دلالات ذلك اقتصاديا؟ على كل حال هناك دلالات واضحة هذا يدل أولا على أن مشروع قانون الاستثمار هو مشروع يحتوي في طياته تحفيزات كبرى سواء للمستثمر المحلي أو المستثمر الأجنبي ولذلك يمكن حصر هذه الميزات في بعض النقاط يمكن إدراجها كالتالي إن هذا المشروع قانون الاستثمار الذي سيرى النور بعد عرضه على الغرفتين مكن من استنباط ما يليه أنه سيجسد أولا حرية الاستثمار والمبادرة ثانيا يبسط الإجراءات في مجال معالجة ملفات ثالثا يقلص مساحة السلطة التقديرية للإدارة وهذا علينا منها كثيرا من خلال ما يتكلم عليه كل المحليين في مجال البيروقراطية وتعطيل في مجال معالجة ملف الاستثمار رابعا الملاحظة الرابعة هو الاعتمال كان هناك اعتماد على التمويل الذاتي وهذا التمويل الذاتي قد يساعد في إنجاز الاستثمارات بصفة أسرع مما نتصور الملاحظة الأخرى أيضا أن المعالجات يعني ملفات الاستثمار ستكون مضبوطة ضمن أجال محددة يعني إذا فهمت مكلامك وبالطبع يعني خلاصة هذا الواحد يعني الرزيومي لنوصلوا ليه أن هذه الأمور يعني تقديريا يمكن أن تعطي كما ذكرتها في مداخلاته تعطي دفعا كبيرا للحركية الاقتصادية وتجلب المستثمر كما قلنا المحلي والخارجي نعم سيد راسم